أو دينا نبزع أهم الأضرار اللي ممكن تقع على الزوجة وبالتالي لو تقدمت بدعوة إلى المحكمة بيكون فعلا من نصبها الحصول على الطلاق الطلاق أولا لا بد أن نعرف الطلاق الطلاق هو رفع قيد النجاح في الحال أو في المقال بمعنى أن الزوج يرمي اليمين على زوجته يقول لها أنت طالق فالخدر بيرفع هذا القيد وعلى هذا المفروض على الزوجة أنها بتتجه المحكمة لإسترداد حقوقها أما بالنسبة للطلاق فهو نوعين برضو لأنه لازم نتكلم عن الطلاق على اعتبار أن هي مسألة تعريفية الأول لأنه فيه الطلاق البائن بيننا قبرى والبائن بيننا صغرى وفيه الطلاق الرجعي فيه الطلاق الرجعي الزوجة بتنتظر ما بتاخدش أي حق فيها إلا أن يصبح هذا الطلاق بائنا بائنا يعني بتنتهي عدتها فمن هنا بتبتدي تاخد حقوقها المالية سواء مؤخر الصداق أو نفقة العدة أو نفقة المرة أنا بعد كده هتكلم عن نواعه والحقوق بس أنا في الأول حابب أعرف الأضرار التي تقع على الزوجة إننا لما هي تروح تقدم دعوة بيبقى لها أحقية فعلاً أنه ممكن قضي يحكم لها بالضبط كده في حالة الضرب في حالة السب والقصف والإهانة في حالة وجود ضعيف في الزوج في حالة الصفر أو حبس الزوج أو عدم الإنفاق دهت الحالات اللي بيتمي فيها للزوجة طلب الطلاق بدون ذلك يجوز لعبة الطلاق خلعاً وليه مسألة تانية طبعاً مش محلين النهار حضرك كنت تقولي على أنواق الطلاق أيوة هي فيه النوع الطلاق البائن وفيه الطلاق الرجع البائن دهوات نوع مقسم إلى قسمين البائن بينونة صغرى وهو إن هي بيكون للزوجة بعقد ومهر جديد للزوج والبائن بينونة كبرى وهي لابد أن الزوج تتزوج من شخص آخر ففي الحالة دي يكون فيه محلل اللي هو بيسمونه المحلل ما يحدث تقو بعد كده لو هترجع للزوج بترجع ما بترجعش خلاص بستمرحات على هذا الأساس وبالنسبة للنوع الثاني اللي هو الطلاق الرجعي إن الزوج بيرمي على الزوجة اليمين والله هنت طالق فبتبقى فيه فترة فترة العدة إن الزوج رد الزوجة في هذه الفترة هي الطلقة واحدة أو طلقتي أيها فان إن رد الزوجة في هذه الفترة بيدر رضاها أو برضاها فبتم بتستمر العلاقة الزوية إذا انتهت هذه الفترة فترة العدة فبيحول هذا الطلاق إلى بينونة صغرى فلابد من عقد ومهر جديد لزادة الزوج أما إذا كانت هذا الطلقة طلقة بينونة كبرا زي ما قلنا في البداية فلابد من نكاحه من آخر يا